بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهليها ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولايتي ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى وليتوا ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسنى والحسينى وعليا ومحمدان وجعفرا وموسى وعليا ومحمدان وعليا والحسنى والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولي قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترتهوه عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهاره أمرك وكشفي ستره فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخارت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما ستهر ولا البحث عن ما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلات الأرض من الجار وأفوض أموري كلها إليك اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة فافعل ذلك به وبجميع المؤمنين حتى تنظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقال واضح الدلالة هاديا من الضلال شافيا من الجهال أبرز يا ربي مشاهدته وثبت قواعده واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته وأقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا فيه زمرته اللهم أعذه من شر جميع ما خلقتا وذرى وبرأتا وأنشأتا وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته واحفظ فيه رسولك ووصي يا رسولك عليه وآله السلام اللهم ومدى في عمره وزيد في أجله وأعنه على ما وليته واسترعيته وزيد في كرامتك فإنه الغاد المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنه ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته في قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك فقو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقونا على طاعته وثبثنا على متابعته وجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين اللهم عجل فرجه وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذ الخاضليه ودمدم على من نصبا له وكذبا به وأظهر به الحق وأمت به الجوار واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وانعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر واقصم به رونس الضلال وذلل به الجبارين والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارك الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسلها وجبلها حتى لا تدعى منهم ديارا ولا تبقى لهم عثارا طهر منهم بلادك واشف منهم صدور عبادك وجدد به من امتحى من دينك وأصلح به ما بدلا من حكمك وغيرا من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوجا فيه ولا بدعة حتى تطفئ بعد به نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصري دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الأيوب وأنعمت عليه وطغرته من الرجس ونقيته من الذناس اللهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من آمالهم ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شيء من كل شك وشبغة ورياء وسمعا حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجاك اللهم إلا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتنيبنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره إله الحق آمين اللهم إنا نسألك أنت ذنى لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل عدائك في بلادك حتى لا تدعى للجور يا رب دعامة إلا قصمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوتان إلا أوهنتها ولا ركنا إلا هدمتها ولا حدان إلا فللتها ولا سلاحا إلا أكللتها ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلتها ولا جيشا إلا خذلتها وارمهم يا ربي بحجرك الدام واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وعذب عدائك وعداء وليك وعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين اللهم اكفي وليك وحجتك في أرضك يا هول عدوه وكيد من أراده وامكر بمن مكر به واجعل دائرة السوء على من أراد به سوء واقطع عنهم عدتهم وأرعب له قلوبهم وزلزل أقدامهم وخذهم جهرة وبقتها وشدد عليهم عذابك وأخذهم في عبادك والعنهم في بلادك وأسكنهم أسفل نارك وأحد بهم أشد عذابك وأصلهم نارا وحش قبور موتاهم نارا وأصلهم حرى نارك فإنهم أضاء الصلاة واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك اللهم أحيي بوليك القرآن وأرنا نورا سرمدا لا ليل فيه وأحيي به القلوب الميتة واشف به الصدور الوغرة واجمع به الأهواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ضغار ولا عدل إلا زهار واجعلنا يا رب من أعواله ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه ومما لا حاجة به إلى التقية من خلقك وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمن تالها اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعدائ آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر